السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتشوف كل دول العالم بتحاول تحافظ على اي اثار مهما كانت حتى لو الاثار دي عمره عشر سنين خمس سنين يقول لك لا ده ده ما بنا شكله جميل ده ما بنا لازم انحنا نحافظ عليه في دول بتشتري مباني من بره وتبدأ انها تستوردها في دول بتستورد مع عابد كاملة في دول بتصرف فلوس كتير جدا على حاجات بسيطة يعني احدا المشاكل اللي شغلين فيه في اوروبا قال لك فيه حتة خرابة كده بيت مهدوم حتشارب منه لانه في جنود استخبه في الحرب العالمات التالية وما اثرش على الحرب نهائي يعني ما فيش اي تأثير لكن بيحاولوا حافظوا على التراز بحيث ان الاجيال القادمة لما تفهم وتشوف الاثار لكنه فاجأ ان الاثار اللي موجودة بيطلع قانون بيقول لك احنا هنلغيها من الاثار قرار قائمة مباني تراثية مبانية تراثية مبانية تراثية مبانية من مئات السنين صدر قرار بانها تشتب وبعدك اقول لك لأ احنا هدينها بيش منسجلة ايوه كنت منسجلة وانتش تضبطوها وده القرارة هوت وزير الاسكان تمام وزير الغاء الاثار حاجة موجودة اثارية والناس كلها عايزيها والناس بتجيلها من الدول العالم كلها ومسجلة في اليونسكو وا 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 ولا احنا هنعمل عشان نعمل طريق طب هتعمل طريق الناس تتفرج على الاثار لا احنا هنهدي الحاجات في غباء متعمد يعني مش مش واحد غبي لا ده واحد جاي عشان يدمر يعني اليهود بيسترفوا فلوس كتيرة جدا ويعملوا جمعيات قبل ما يبقى في الدولة دية كان بريطانيا بتسترف فلوس كتيرة جدا عشان تبدأ تتبع الاثار اللي وردت في العهد القديم وطبعا فيه يعني خلا نختار لفظ كده بمناسب في اماكن مش في اماكنها فيه اشارة لتواريخ خير التواريخ الحقيقية وده عمل لهم لغباطة كتيرة بالذات يعني العهد القديم بيقول ان عمر الانسانية سبعة تلاف سنة فالحضارة المصرية اللي هو ادب من كده ففيه غلطة في ايه مقابل الكودماء المصريين دول كانوا قبل سيدنا ادب ولي ايه المهم صاروا فلوس كتيرة جدا وبعتوا يعني ناس تتروح فلسطين وتروح سوريا وتروح العراء عشان يتتبعوا الاثار اللي وردت فيه العهد القديم واي حاجة يلقوها وما لقوش حاجة يعملوا لها يعني متاحف كبيرة ويبدأوا لهم ما يضعوا حاجات اي حاجة يلقوها وفي الاخر اكتشفوا ان الاثار اللي اكتشفوها دي هي اثار اسلامية واثار مسيحية وليس لها علاقة بهم خالص فهما بيحاولوا يوجدوا ان لهم جزور في الارض احنا بنهدم الجزور بيتعى الجزور طب انت لما تهدعى الجزور عن الشجرة الاجيال الجاية هتشوف ايه ما مش هشوف غلصات كورة انما لما تودي ابنك مثلا من الاماكن الاسرية دي وتقول له ده دي هنا مثلا كان صلاح الدين وهنا كان كوتوز وهنا كان محمد علي وتحكيله التاريخ ليه ليه حاجة من الجمال ده تسد يعني وزير هدم الاثار ده يعني هو موظف يعني موظف كلمة موظف يعني جاي له امر من فوق ينفذ لكن هو لو بيحترم نفسه عشان نحترمه يرفض القرار يرفض القرار رئيس امريكا في الحرب العالمية التانية اول ما اليمن هجمت وضربت منابل هاربورد قال له لازم نرد النهاردة انا كده هخسر الشعبية بتاعتي والناس مش انتخبوني قال له مفيش رد قبل ستة شهور قال له انا رئيس الجمهورية وبقول لك اضرب قال له لو ضربنا ما عندناش حاملات طورات وما عندناش ما عندناش انا ارفض القرار حتى لو عزلتني ستة شهور يعني ستة شهور وفعلا قرر الموظف لان هو مش موظف هو يعني احنا الاثنين بنخدم الدولة وهدفنا خدمة الدولة فوزير الدفاع الابريكي رفض ان هو يسمع كلام من رئيس الجمهورية وصرع ستة شهور وبعد ستة شهور دك اليابان محمد العليل لما جاء عمل ايه كان تركيزه كله ان كل الناس اللي موجودة تبقى موظفين لان هو شافهم عمل ايه قبل كده مثلا قال لك لا كل موظف ياخد راتب من الحكومة بحيث ان لو حد اعترض على القرار او او قال لا او كذا خلاص ما مش هياخد مرتب و مش هيشتغل ومش يعني فدي دي حاجة سيئة جدا هو قام دولة لكن هدم المصريين يعني المجموع اللي هيساوي الارقام اللي بتتجمعها هو بنا الدولة لكن هدم الانسان فالنتيجة ان يعني حد ملوش لازمة يروح مطلع قرار ويقول لك هد 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 وما ليش اي حد يعترض يعني مفروض الناس اللي ماضي الدول يقولوا لأ كل دول مهانسين يعترضوا يقولوا لأ انا مش همضع القرار ده يعني ارفدني انا بش هيشتغل الكتف اولادي يعرفوا ان انا ماضيت على الحاجة زي كده فالله المستعان ترجمة نانسي قنقر